الأفريقية أهلي ترابلس الليبي كان بيلعب مع أولاندو بايرتس وهو مغلوب ذهابا في ملعبه أهلي ترابلس بهدفين دون مقابل وبالتالي كانت مهمة صعبة جدا لكن في جنوب أفريقيا أهلي ترابلس فاز النهاردة بهدف من تصويبة قوية في الشوت التاني من المباراة لكن في آخر دقتين بس من زمن المباراة بعد أداء رائع الحقيقة المباراة يفتوحها قوي من الفريقين وأهلي ترابلس غير الهدف اللي سجله طالب بضرب الجزاء بل حسب بكاري جسامة هدفا لأهلي ترابلس ضرب الجزاء قصدي في الشوت الأول وبعدها رجع بنفسه هو لغيها من الفر فأهلي ترابلس كان معطرد أساسا على تعيين بكاري جسامة بكاري جسامة ده سبحان الله ما شفتلوش حد عايزه يحكم له مباراة إلا بعض الأندهي المغربية لكن بكاري جسامة أهلي ترابلس كان مطلع بيان بيقول إن هو بيعترض على تعيينه والنهارده لقوا لقطة برضو غريبة شوية بس هو كان حسب بنالتي والفر قال له الغيها رأيي أنا فيها مش عارف بصراعي أنا مشتهاش بس أنا شفت اللقطة وهو بيروح ويرجع وشفت اعتراضات أهلي ترابلس الليبي عشان ما بقاش إن أنا يعني ماشي مع موجة الهجوم على الليل إن أنا ما شفتش اللقطة بصراحة لكن لكن الناحية التانية نهضة بركان كان مغلوب 1-0 بهدف قاتل من مازينبي في مباراة الزهاب الأسبوع اللي فات فالنهارده لعب مباراة القياب وسجل هدفا في أول عشر دقائق لكن مازينبي رد بهدف تعادل ومازينبي كاد يسجل التاني هجمات مرتدة كانت قوية جدا وخطيرة وأخطاء دفعية عند نهضة بركان في تمرير الكرات بتنقل فجأة مازينبي للهجوم وفي آخر ربع ساعة من المباراة بس أو عشر دقائق سجلت ثلاثية نهضة بركان في ديئة 79 والديئة 88 وديئة 96 فانتهت المباراة بربعية كان مازينبي اتطرد منه كمان لعب اللي هو تاندي موابي في الديئة 64 من زمن المباراة فتأهد نهضة بركان مبروك نهضة بركان من جديد في نهاية الكمفدرالية وهذه المرة يلتقي مع أورلاندو بايرتس في مباراته قام يوم عشرين مايو الجاري بعد أربعة أيام يعني المباراة النهائية إن شاء الله في نيجيريا تبقى لما أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم سريعا جدا في الزمالك بكرة داخل معسكر مغلق استعددا لمواجهة تلاعي الجيش يوم الثلاثاء يغيب عن هدير مواجهة للمباراة التانية على التوالي محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق بسبب استمرار المعاناة من إصابة في العضلة الخلفية في الوقت المحمد عبد الغاني اجتمع مع مسؤولي الزمالك على مستوى الفريق الجهاز الفني وطلب منهم إن أنا هلعب إمتى أنا مش معترض على قراراتكم وملتزم باللي انتو بتقولوا لكن أنا شايف إن أنا بتمرن كويس وشايف إن أنا أستحق فرصة فده كان نقاش لمحمد عبد الغاني مع فريق أو مع الجهاز الفني لفريقه للمطالبة باللعب والجهاز المعاون لمستر فريرا رد عليه بأن انت مركز زي ما انت وما تنشغلش إلا بالتدريبات ونعيدك بأنك هتكون ليك دور في المرحلة المقبلة ترجمة نانسي قنقر